اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة احداث يستوجب من جميعا التنسيق الدائم والتشاور المتواصل والوقوف جنبا الى جنب للتغلب على التحديات الراهنة المتعلقة بقضيتنا المركزية اذ يتعرض الاشقاء الفلسطينيون للقتل والتهميش ومصادرة الحقوق وتجاهل كل القوانين والاعراف الدولية ومبادئ حقوق الانسان واشار الى ان اسرائيل القوة القائمة بالاحتلال لا تزال ماضية في سياساتها وممارساتها المخالفة للقرارات الدولية في تجاهل تام لابسط قواعد القانون الدولي مؤكدا معا لي على التضامن الكامل مع الاشقاء الفلسطينيين في نضالهم المشروع لاقامة دولتهم المستقلة ذات السيادة وعلى حدود الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وعودت اللاجئين على اساس حل الدولتين ووفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة واشدد معاني وزير الخارجية على ضرورة التزام جميع الدول بعدم المساس بالوضع القانوني القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين احدى قضايا الحل النهائي بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي وادان كل الاجراءات الاسرائيلية بحق اهل القدس واماكنهم الدينية الاسلامية منها والمسيحية وبالاخص المسجد الاقصى المبارك الذي يتعرض يوميا وبتزايد مستمر الى الاستباحة والانتهاكات المرفوضة والتي تتعرض مع قرارات الشرعية الدولية التي تفرض على سلطات الاحتلال الاسرائيلي عدم المساس بهذه الاماكن والكف عن اي انتهاكات بحقها مطالبا المجتمع الدولي بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وانشاء لجنة تحقيق دولية في احداث غزة الاخيرة كما ورد في القرار الصادر عن اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزري الذي عقد بالقاهرة يوم امسا وجدد معالي وزير الخارجية تمسك بالسلام العادل والشامل الذي يوفروا ويضمنوا للفلسطينيين الحق في الحياة المستقرة الكريمة كغيرهم من شعوب المنطقة مشددا على اهمية قضية اللاجئين وحق العودة الذي نصت عليه قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية واكد معاليه دعم مملكة البحرين للدور الذي تقوم به وكالة الامم المتحدة لاغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الانروا والاهداف النبيلة التي انشئت من اجرها مبينا ان حل مسألة اللاجئين مسئولية دولية تملى على الجميع تحمل اعبائها وتبعاتها هذا قد صدر عن الدورة الاستثنائية السابعة لمؤتمر القمة الاسلامية بيانا ادان الاعمال الاجرامية للقوات الاسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني في الاراضي الفلسطينية المحتلة والاسيما في قطاع غزة حيث يمارس المدنيون الفلسطينيون العزة الحقهم المشروع في الاحتجاج على هذا الاحتلال غير الانساني وغير القانوني على الاطلاق وحمل اسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال المسئولية الكاملة عن الفضاعات التي ترتكبها في الارض الفلسطينية المحتلة السيما اخر فصولها التي وقعت يوم الرابع عشر من مايو الجاري والمتمثل في القتل المتعمد لما لا يقل عن ستين مدنيا واصابة ما يقرب من الفين وسبعمائة آخرين أن أتركها إلى اللقاء censur في قطاع سابتكberg